موسيقى بفلوس بفلوس الله المستعان عليكم موسيقى مالذي يجعجك يا اخي احيانا اظن ان المطورين الاجانب ارحم بنا من المطورين العرب تجد الاجنبي ينتج تطبيقات رائعة ومفيدة ثم يعرضه في المتجر مجانا من غير تكلفة وتجد العربي ينتج تطبيقا لا يزن شيئا لا من ناحية التصميم ولا البرمجة ولا حتى تجد فيه كبير فائدة ثم تجده مدفوعا لماذا يا اخي اليس هذا الامر بغيظ وهل جربت هذا التطبيق الذي بين يديك صراحة لم اجربه ولكن من كثرة ما جربت يأست من المطورين العرب وغسلت يدي منهم هل لا القيت نظر على التقييمات من قبل المستخدمين فهي في غالب الاحيان تحكم على التطبيق بصورة مبدئية اظن انك تسرعت قليلا نعم ولكن لماذا لا يجعله مجانيا كما يفعل الاجانب لماذا يريد ان يستغل جيوبنا انت ماذا تعمل انا اعمل نجارا ولي ورشة عمل في بيتي خاصة بي والحمد لله وكيف عملك الحمد لله عندي عمل كل يوم لكثير من الزبائن اصنع خزائن مطابخ وغرف نوم وابواب ونحو ذلك احيانا اظل اعمل ساعات الطوال لاطقن العمل وارض الزبون وما ان يأتي اخر اليوم الا وانا منهكم من التعب ليس لي هم الا الراحة والنوم ما شاء الله تصنع الخزائن والابواب هكذا مجاني سأمر عليك في الغد ليوصيك على خمس خزانات وعشرة ابواب متى ستأتي الى بيتي لتاخذ المقاسات كيف تريدني ان اعمل لك بالمجاني الم تكن تعيب المطور قبل قليل انه لا ينتج التطبيقات المجانية نعم ولكن يا اخي هذا المطور مثلك مثله يقضي الساعات الطوال واحيانا لا ينام حتى بزوغ الفجر لينتج تطبيقه فهل تراه يعرضه مجانا بعد كل هذا التعب انا اوافقك ان هناك من المطورين سواء من العرب او الاجانب من ينتج التطبيقات دون المستوى ويعرضها بسعر ما وهي لا تستحق اصلا ان تكون في المتجر ومنهم من يخادع المستخدم ليأكل ماله بالباطل بطريقة او باخرى فالامر يحتاج الى انصاف يا اخي فانا اعلم الكثير من المطورين العرب عندهم الابداع والافكار الرائعة ينتجون التطبيقات الراقية بتكلفة ليست عالية وتكون في غالب الاحيان دولارا واحدا فقط مما يساوي اربع ريالات تقريبا ولا اظن ان هذا السعر على تطبيق قد قضى صاحبه بالعمل عليه اشهر مبالغ فيه او غير عادل واعلم يا اخي ان التطبيقات المجانية لابد من ورائها من ربح بشكل او باخر وهذا يتعلق بنوع التطبيق واصحاب التطبيق الا اذا كان التطبيق ممول من جهة معينة كبعض التطبيقات الاسلامية مثلا وكم سمينا عن تطبيقات جدا ممتازة ومتألقة كادت ان توقف عملها بسبب هذا الفكر المنتقد الخاطئ مثل اي تطبيق اذكر في الاونة الاخيرة تطبيق الميدان واضنك تعرفه جيدا كاد ان يوقف عمله بسبب قلة الدعم او عدمه فمثل هذا التطبيق يرتكز عمله على السيرفر يكلف شهرية مبلغا ماه ويحتاج الى تدوين ومراجعة وصيانة كل هذا وقت والوقت يعني تكاليف فمن اين سيتم دفع هذه التكاليف برأيك فالامر يا اخي بين الغلو والتفريط فالمطور المعتدل هو من ينتج التطبيق المفيد وياخذ بمقابله سيرا مخبولا عليه وعلى المستخدم فيفيد ويستفيد وتستمر الفائدة وتتطور ومن اراد التطبيقات كلها بالمجان فهذا محال نعم صدقت هذا هو الكلام الصحيح والمنصف فكلامك يحوجني ان اراجع نفسي في هذه المسألة واعطي كل ذي حق حقه وفعلا من المطورين من هو جدير ان يدعم ويتابع لكي ينتج لنا تطبيقات افضل ويتقدم في عمله واما من يريد استغلال الناس بتطبيقاته التافهة فيجب التحذير منه لكي لا يقع غيرنا في شباكه ويأكل اموال الناس بالباطل وجزاك الله خيرا على هذا التوضيح والى الامام والتقدم والازدهار ساعدت بالمحادثة معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والان عندي مشكلة ساعدوني في معرفة طريقة شراء التطبيقات من المتجر